بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين جاءنا سؤال من جهات ألمانيا يقول السائل في سنوات مضت كنت أخرج للصيد وأحيانا كنا نصطاد ولا نأكل ما نصطاد وأحيانا نصطاد طيورا لا يحل أكلها فقط لأجل الصيد والمتعة فما حكم هذا؟ هذا الأمر الصيد للحاجة ليتأكل حتى لو لم تكن فقيرا محتاجا إنما يحب مثلا يأكل لحم بعض الطيور كذا الصيد في هذا جائز وجاء بحله القرآن والسنة لا خلافة في هذا الأمر ولكن المشكلة أين فيما ذكره أخونا هنا الصيد للمتعة ولا يأكل ما يصطاد هذا فيه تحذير أولا لاحظ جيدا أن الصيد هذا من جملة المباحات ما معنى من جملة المباحات؟ يعني ولي الأمر له سلطة تقييده كيف يقيده؟ اسمه تقييد المباحة يعني حينما نرى مثلا أن هذه الطيور إذا ما نقصت ستؤدي إلى مشكلة أو كارثة بيئية أو انقراض هذا الحيوان وليس والشريعة من مقاصدها حفظ الحيوانات الشريعة يعني لماذا سيدنا نوح أخذ الحيوانات معه في السفينة؟ لماذا؟ إذن الله تعالى يريد حفظ هذه الحيوانات إذن الحفاظ على الأنواع مقصد شرعي قتل الحيوان للتسلي لا يجوز حرام التسلي بأرواح الخلائق حرام لا يجوز وفيه آثار وأحاديث جاءت منها من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله تعالى وقال يا رب سل هذا لما قتلني أو يا رب إن هذا إن فلانا قتلني لا ليأكلني أو هكذا في عدة روايات في هذا الشأن كذلك جاء النهي تخصيصا لمن يقتل عصفورا فما فوقه لغير مأكلة كما عند الإمام أحمد وغيره إذن نهي عن قتل الحيوان لغير المأكلة يعني لغير الحاجة أو للتسلي هذا أمر يعني القرآن من أوله إلى آخره يدل على هذا لاحظ مثلا ويهلك الحرثة والنسل وإذا تولى سعر في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسل ما هو النسل؟ النسل هذا النسل ليس النسل يعني الإنسان فقط لا وإذا كدأ عدت إلى سبب نزولها تجد أن الرجل هذا الذي نزل فيه الآية قتل بعض الحمر والحيوانات يعني فإذا إهلاك الحيوانات وتدمير البيئة شيء يخالف شريعة الله سبحانه فهذه صنعة الله وقد صنعها لحكمة فلا يجوز الاعتداء عليها هناك أشياء جاء الشرع بقتلها ما معنى جاء الشرع بقتلها ليس معناه أنك تحمل السلاح وتقوم بحملة وطنية للقضاء على الحيوان الفلاني هذا لم يفعلوا الصحابة ولو فعلوه لم تصل هذه الحيوانات إلينا إنما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام قتلها عندما تزاحم الإنسان كالحية والعقرب والغراب والحدأة وهذه حيوانات تكون مفترسة مؤذية تقتل الناس والضرر يزال أما أنك تتبعها لتقتلها فهذا أمر مخالف لشرع الله جل جلاله لأن الله خلقها لحكمة ولذلك حينما جاءت الحية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أثناء قصة المرسلات هذه حسب النزول المرسلات كان في غار في مكة من غيران مكة فنزلت السورة فجاءت حية فابتدروها ليقتلوها فالنبي عليه الصلاة والسلام الحديث على ما أذكر في البخاري فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وقيتم شرها ووقيتم شرها ووقيتم شركم خلاص دعوها يعني وقيتم شرها يعني لم تؤذي أحدا منكم ووقيتم شركم لم تقتلوها فنفهم من هذا الحديث أنه ليس مقصودا تعقب هذه الحيوانات من أجل قتلها أما إذا زحمت الإنسان فتقتل لأن حياة الإنسان أولى كذلك بعض الحيوانات كالفأرة الحقيقة هذه لو بقيت على حالتها تتكاثر تعيش في جميع الظروف هذه تعيش في ظروف تعيش في ظروف يعني لا يمكن لمخلوق أن يعيشها تعيش في المجاري وبدون شمس وغازات كريهة جدا الله هيئها من أجل ما هيئها حيوانات قمامة فهذه لو تركت وحدها هكذا يعني قراءة الدراسة أنها ربما تغطي سطح الكرة الأرضية عدة أمتار هذه لو تركت الفئران هذه ربما يعني سنة واحدة لو تركت هكذا وحدها ربما تغطي سطح الكرة الأرضية عدة أمتار ربما لماذا؟ لأنه من زوج فئران اثنين فقط في سنة واحدة في ظروف مناسبة تصل إلى ثمانمائة هما اثنتان فكيف هذا الثمانمائة؟ هذه متوالية هندسية تأكل الأرض وما عليها فهذه الكائنات العجيبة خلقها الله نعم هي حيوانات قمامة تنظفه كذا وكذا لكن سلط عليها أعداء كثير الحية تأكلها البومة تأكلها طيور كثيرة تأكلها حتى أنواع من أسماك تأكلها فإذن هذا توازن اسم التوازن البيئي إن كل شيء خلقناه بقدر ثم في آية كثيرة من كل شيء موزون فالله تعالى جعل هذا النظام المتوازن فأطلنا في هذا من أجل الفائدة طيب فعل وقتل حرم عليك ذلك يقول هل علي من كفار لا الكفار هي الاستغفار والتوبة التوبة معروف شروطها يعني تندم على ما فعلت تستغفر من ذلك تعزم على أن لا تعود وهكذا كما هو معروف هناك خرافات شائعة عند الناس من قتل حيوان فلاني عليه الكفار الفلانية من قتل الطائر الفلاني لا يدخل الجنة هذه كلها خرافات أوهام أما نعم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل بعض الحيوان نهى عن قتل الضفدع في حديث صحيح نهى رسول الله عن قتل النحل نهى عن قتل النمل في أشياء خصها النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم قتلها لكن ما أجاز قتله كما قلت ليس معناه أنه حملة وطنية للقضاء عليه لأن هذا سيؤدي إلى كوارث لا يتسع المقام لسردها أذكر حادثتين ثلاثة للفائدة يعني في طائر اسمه في مصر أبو قردان أبو قردان هذا طائر يسمونه صديق الفلاح صارت الدولة تربيه لماذا؟ لأنه حينما قل هذا الطائر ما الذي حصل؟ الحشرات انتشرت في كل مكان في تركيا هنا حينما قتل الناس الذئب والذئب حيوان مفترس ما الذي حصل؟ الخنازير البرية تضاعفت أعدادها بشكل مرعب فصارت وزارة الزراعة تربي الذئاب وتطلقها في الغابات الصين في فترة ما فترات حاولت القضاء على العصفور لأنه ماركسية شيوعية حسب أن العصفور يأكل مثلا عشر أرام في اليوم وعندنا كذا مليار عصفور في الصين إذن سيأكل كذا وكذا طن من الرز كمية هائلة فقتلوا عصافير حملة وطنية وأعدادهم هائلة كل من يقتل عصفورا لا يسلك معاملة إلا بعدد العصافير فقضت على العصافير في سنة واحدة مثلا في تلك السنة ارتفعت المحاصيل نعم ارتفع الرز النسبة التي كانت تأكل العصافير في السنة التي تليها لم يكنك رز أصلا جاءت الديدان فقضت على الرز فكان هذا العصفور يأكل أجرته يأكل لك الدودة ويأكل شيئا من أجرته ثم أعادوها مرة ثانية هذا التوازن البيئي صار حقيقة إذن قتلوا هذه الحيوانات لا يجوز هذا حرام ماذا تفعل تتوب وتستغفر والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله سنة محمد وآله وصحبه وسلم ولا حول قوة إلا بالله العظيم